طيب معايا على التليفون الدكتور أيمن الرقب محللنا السياسي الفلسطيني الكبير أهلا بك دكتور أيمن تحية على خيوص وكل سيدات والسادة المشاهدين أنت بينك الكراح الله يخليك هذه المساجلة ما بين جالنت وأنتنياهو كيف تراها في ظل هذه الكارثة بصراحة دي ليست الأولى يعني هذا منذ الأيام الأولى الحرب هناك تارت أن نسمع جالنت يقدم مشروع ثم نتنياهو يقدم مشروع وشميعهم يتفقوا كما أشرت على قتل الفلسطينيين يعني اليوم عندما يوقع ستمائة أم من أمهات جنود الاحتلال موجودين في غزة يكتبون في هذه الرسالة الموجهة لحكومة نتنياهو اخرج أبنائنا من وحل غزة أنتم جئتم إلى وحل غزة فلن تخرج من أحياني حتى الآن هناك معلومات طبعا تأتينا غير مؤكدة حتى الآن عن عملية ضخمة تمت في جباليا من قبل مقاومة ضد جيش الاحتلال والمعلومات تفيد بالحد الأدنى هناك مقتل من 15 جنود هذا يعطي دلالة أن انكثار المقاومة لن يجد شيئا وهذا سيفتح مزيدا من الأزمة يمكن خلال الأيام الماضي أخي يوسف تابعنا بزار الاعترافات من قبل الاحتلال تارة نتنياهو يقول أنا أتحمل مسؤولية وتارة الرئيس هيئة أركاني يقول أنا أتحمل مسؤولية إخفاق سبع أكتوبا وتارة سيمتريتش يقول أنا أيضا أتحمل مسؤولية طب من يتحمل مسؤولية في أي إخفاق؟ يجب أن يستقيل ورغم كل ذلك يصير في عمليات الدم والآخرة وحتى في موضوع اليوم التالي للحرب يعني جالنت يدعو إلى اجتماع طار الحكومة للحديث عن اليوم التالي للحرب في غد طب ما هو ناقل جالنت قبل ذلك قدم خطة تتحدث عن إنشاء كيان مدني في غد لا غير معادل الاحتلال لإسرائيل ونفس السياق من التحدث النتنياهو أن هذه الحرب ستفضي إلى نهاية حركة حماس وإنشاء قوة مدنية داخل غز هو لن يستطيع أن يفعل ذلك الموقف في يوسف واضح من الفلسطيني نحن لو أن نقبل أن يملي علينا أي أحد من يحكمنا نحن سنختار من يحكمنا حتى لو تم اختيار حماس من روح هذا خيار الشعب الفلسطيني بغد نظر عن كل هذه التفاصيل والاحتلال يصر على عدم وجود السلطة في غز وحماس اليوم طبعا قالت بشكل واضح على لسان غازي حمد نحن جاهزون أن نقبل بتشكيل حكومة تقنقراط تحكم غز والدفن الغربية ونحن لسنا طرفا بها يعني هم في النهاية يدركون صعوبة الأمر وفي نفس السياق خلال دقاءات متعددة مع كل الفصال في كلمة تسمعي الهنية أيضا اليوم يتحدث في نفس السياق ولكن لا يوجد طرف إسرائيلي لا يؤمن لا بالسلام يعني تانيه قال أنا ضد حل الدولتين وضد دولة الفلسطينيين ولا ينجح أبو مازن على فكرة أخي يوسف أنت تعلم أكتر مني في هذا الاتجاه يعني أبو مازن شخصية براجماتية ولا يؤمن بالكفاح المسلح وأوافق أن يستمر في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي من باب أن يؤكد للعالم أنه لا زال متمسك في شعرة معاورية التنسيق الأمني ولا زال متمسك في السلام أبو مازن قال لي في لقاء نودي يعني نصا أنا من المؤمنين جدا بالكفاح المسلح يعني فبقول له أبو مازن ولازم ونعيد تفعيل المقاومة مرة تانية وما إلى ذلك قال لي الظروف لم تعد تعسمح يا يوسف بالضبط كده قلت له يا أبو مازن وده نستخدمها وراء الضغط يعني هو يتذكر ذلك بالتأكيد وكنا هنا في القاهرة بالمناسبة فقال لي شوف والله لا أنسى الجمل قال لي شوف أنا إرهابي فتحكت قلت له لأ قال لي أنا إرهابي ديبلوماسي أنا أستخدم السياسة وأحصل على ما أريد بالسياسة ورغم ذلك أخي يوسف لم يعطوه ما يريد يعني الأخب مازن قدم كل شيء ولم يعطوه إلا نقران يعني حتى لأنه يقول له فتحستان وما يمارس الضفة الغربية هو لإحباطه أكثر من مدى أنجزنا يعني يقول بهذا الاتجاه للأسف الشديد لذلك المشكلة الأساسية وفي الاحتلال لدي لا يريد لا خط سلام ولا يريد خط مقاوم حتى اليوم يعني أنت كنت تتحدث أخي يوسف قبل أن نشارك معك في موضوع حماس الثان وكيف هو نيتنياه يلمح على الحكم في لد طب ما نحن عارفين أن من ساعد على ترسيخ الانقسام ومواله وضغط في اتجاه أن تصبح حماس قوة كبيرة هو نيتنياه شخصيا ولكن المقاومة التي طبعا ردت عليه بطريقة الخداع الكبرى والحرب بالعادة يقال أن الحرب خدعة فالمقاومة تمكنت من تضليله خلال فترة طويلة اللي تلق منه درس بصراحة يوم 7 أكتوبر طيب دكتور أيمان أمان الأوان لأن يجلس أقطاب ورموز العمل السياسي الفلسطيني وقادت كافة الفصائل الفلسطينية يعني وكما جرت العادة في القاهرة أنه نضع مع بعضنا البعض زي ما بيتقال تصور لماذا بعد الحرب تصور لكيفية تشكيل الحكومة التصور الحدك دكرته المتعلق بحكومة التكنقراط وده أمر موافقة عليه حماس ويبتقول حتى ولو لم نمثل فيها وأن تعلن في وقت ما هذه التصورات أمام العالم فتضع على الولايات المتحدة الأمريكية وتضع بريطانيا وتضع إسرائيل أمام أمرا واقعا فلسطين واحدة شعب واحد يحمل تصورات الحكومة وكيفية نظام الحكم فيما بعد الحرب وبالتالي نشوف ساعتها يبقى ردودهم عاملة إزاي يعني أظن ده يبقى جزء من آليات المفاوضة معاهم الأمر الواقع وجزء رد طبعا جميل لدماء الفلسطيني النازفة ولكن حتى الآن للأسف الشديد أخي يسف أنت تحدثت على جرح كبير جدا حتى الآن كل صناع القرار الفلسطيني لم يتمكنوا من الانتصار للدم الفلسطيني وهذا بصراحة معيب يعني في حق كل صناع القرار نحن نتحدث نحن محللين سياسيين أو أكاديمين لكن صناع القرار هم الذين يستطيعوا أن يجمعوا كل الفصائل ويتحدثوا بشكل واضح أنه أنا الأوان لينتهي كل هذا الانقسام وتجسيد حالة فلسطينية رائعة بحجم تضحيات طبعا مقاتلين وشعبنا وأطفالنا ونسانا وبالتالي أنا الأوان لذلك جميلا يلتقوا وأن يأخذوا قرارات جادة بصراحة لانهاء الانقسام من المعيب أن نتحدث عن تعاطف دولي معنا ونحن لا زال لزينا انقسام بهذا الشكل والأمر سهل على الفكرة أخي يوسف سهل أكثر مما يتصور كثيرون فقط العودة إلى اتفاق القاهرة مارس 2005 تشكيل لجنة موحدة من كل الفصائل تمثل الجميع في إطار مؤقت يضم الجميع ويضع رؤية لإدارة كل هذه الأزمة دون استثناء نتحمل تبعات المقاومة نتحمل تبعات العملية السياسية ولكن بالستراتيجية واحدة في بيت واحد دون ذلك أنا أعتقد التاريخ سيلعن كل صناع القرار الفلسطيني طيب أخيرا دكتور أيمن في ظل كل هذه أيضا المساجلة وهي المعروفة والمعتادة لدى هذه الحكومة وفي ظل الأسف الشديد بعض الانقسامات الجارية حتى هذه اللحظة في الداخل الفلسطيني الفلسطيني احنا عندنا إن شاء الله يوم الخميس هتبدأ تلعقد قمة المنامع على مستوى طبعا القمة زعماء وقادة وما إلى ذلك أي من أوراق الضغط يرى دكتور أيمن الرقب أنه علينا أن نتمسك بها غدا طبعا بالتأكيد يعني أمامنا بصراحة أخي يوسف لحظات حاسمة وتاريخية وأنا أعتقد مطلوب غدا أن تكون إشفات قوية من العرب يعني أنا أعتقد في ضل تنكر الاحتلال لحقوقنا وفي ضل موقف أمريكي هزيل بصراحة وداعم للاحتلال أنا أعتقد مطلوب غدا عربينا أن يكون موقف طبعا يليق بالدماء العربية التي تنذب في غد وفي الضفة الغربية وفي القدس وهناك موقف يبنى عليها بصراحة أنا لا أريد أن نتحدث عنها لكن موقف يبنى عليها وأقل تقدير بالإمكان الآن أن نتحدث على العالم أن ينصف الشعب الفلسطيني وأن يطبق قرار التقسيم أقل تقدير لنرفع سقف مطالبنا ليستجد الاحتلال أن نوافق على دولة حدود رابن حزين عام 67 أتمنى أن يكون دالي غدا دعما معنويا وأقل تقدير للشعب الفلسطيني الذي يقدم طبعا الآن أبنائه ونساء وأطفاله دفاعا عن كرامة وحرية الشعب الفلسطيني وعن أولى قبلتين وثلاث الحرمين المشكورة جدا دكتور كل شكرا دكتور أيمن الرقبة المحلل السياسي الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر